يعني ندي المجال لرؤساء الشركات أن هما يتكلموا ونستمع إليهم وبعد كده طبعا ناخد مجموعة من الأسئلة من حضراتكم تفضل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة So we always try to see how we can capitalize on this honestly. And Excellency, I also thank your government for several of the initiatives taken by your government. And particularly, coming to the investors' issues, we have no department in the ministries have laid back. They have always come forward to support the industry. Certainly. And I'm an example where Suttis Sanmar has in the last one year itself benefited تتحدى ب several schemes including the export incentive correcting the distorted duty structure which was there and also completing several of the assessments which were printing for almost 15 years so all those things have been done we're going to demonstrate that the government cares for the investments and we are here in fact we consider ourselves as the brand ambassadors of this country when we go to talk about the investments what we have here نحن نحن نتكلم بذلك في عEsدان ومغاربنا في شكرا وانتكلم بجمال الناس لتدوش وانتكلم بجماله وانتكلم بجمال الناس في قبل وقت وانتكلم بذلك جميلة وانتكلم بذلك في سنوات جنوارانا من جزء لأنك ربكة من يتجربة وانتكلم بجمال وانتكلم بذلك that I know you are a long-term player so that goes not to say that the country respects the investors and the investments thank you very much they appreciate this thank you 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 نحن نشغل فيها عندنا يعني نموذج لشركات رايا في شركة شركة رايا للنظم المعلومات والمراكز تعهيد البيانات الديتا سنترز رايا لخدمة مراكز الاتصال عندنا يمكن قطاع للفينانشال انكلوجن أمان لمجموعة شركات أمان سواء للتمويل متنهي الصغر أو المدفعات الالكترونية أو التمويل الاستهلاكي ده بالإضافة نحن من عشر سنين قررنا نخش المجال الصناعي كانت الرؤية بتاعتنا واضحة ان احنا عايزين نجيب صناعات غير تقليدية لمصر ولو دخلنا في اي صناعة لازم نسبة المكون المحلي بتاعها تبقى نسبة عالية وبجودة منافسة بحيث ان احنا نفتح اسواق للتصدير من عشر سنين جبنا صناعة مميزة جدا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا صناعة قادة تدوير مخلفات البلاستيك لإنتاج مادة معادة تدويرها بتسمح بإنتاج عبوات غزائية بكامل السلامة للمنتج يعني اخدنا رخصة سجل الصناعي مؤقت ودراسة مكون محلي مؤقتة جينا نستورد المكونات اللي بنجيبها من بره الجماري قالت لنا لازم ندفع قيمة جمركية للمنتج التام اللي هي 60% على سبيل الأمانة ونستردها بعد استكمال الإجراءات المصنع اشتغل ونزلت علينا اللجان واخدنا السجل الصناعي الدائم وكل الورق تمام جينا نسترد الفلوس قالوا لنا يعني أخدت وقت طويل حوالي 9 شهور لسنة توجهنا لوحدة دعم المستثمرين بصراحة كانوا يعني سرعة في الأداء بطريقة جمدة قوي الحمد لله الموضوع خد 3-4 شهور استردنا المبلغ كله نحن عندنا خطة توسعية دلوقتي إن إحنا المصنع الأولاني يستثمر 300 مليون جنيه لإنتاج مكيفات الهواء المنزلية للعديد من العالمات التجارية اللي عملها في مصر سواء المحلية أو العالمية وبنادق عسياتك إن انت تزورنا في المصنع مصنع مصري مية في المية أعلى تكنولوجي في صناعة أجاز التكيف نعرض على خدرك برضو الخطة توسعية بتاعتنا في المجال إن شاء الله شكرا 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 سوف أطفال شكرا من التكاثنة على أنزل سيدي عندما هناك مقه ما ينغم ينغم لتصبتي سو Pink التبط اليوم نحن ن export 100 مليون لأيوروبا ونا ن export 30 مليون لأيوروبا نحن نحن نحب الضرارات في خارج السابق لنحن نجمع الفرس الأساسي لتعبق المنزل من عمل الممترنت تعرضы من البعض شكرا كان عندنا بعض المشكلات مع الهيئة المسايا سفة البلاح البحرية في تطبيق بعض القرارات الوزرية نظر رابطنا في التطوير والاشتراكات الموجودة للقديمة وعدم تطبيقها لبعض الاشتراكات تقدمنا بعديد من الشكاوي من الواحدة السمار والحمد لله كان في حلول سريعة واستجابة والوعدة الحمد لله أعسكين شكراً تفاكرين في أي تعقل أهلاً الفانساء الخير شكراً على الدعوة الكريمة أنا رضا عبد الفتاح الضبع مدير شركة الفلاح للخارصانة الجهزة أحد شركات مجموعة الفلاح القابضة الإماراتية شركة تأسست في مصر باستثمارات إماراتية وعندها استثمارات في الدول الخليج وفي المغرب ودول أخرى احنا هي طبعاً مجموعة شركات بتتخصص تعليباً في أكتر من خمسين نشاط كانت أول استثماراتها في مصر في المجال الخارصانة الجهزة وجدتنا مشكلة مع مصلحة الجمارك تقدمنا بشكوى لمكتب معاليك الحقيقة كان شيء مبهر المهنية العالية جداً في التعامل على المستوى الفني والمستوى القانوني والسرعة كانت ملفتة للنظر شكراً للمسياتكم للفريد وبالتالي أقامت محطة من أكبر محطة تصدير الخضار والفاكهة في كيلو 68 طريق سكندريا القاهرة الصحراوي وبدأت حالياً من أسبوع الحمد لله تبدأ تصدر بعض المنتجات خاصة الموالح لدول فرنسا وإيطاليا ورومانيا والهند وبنجلاديش وحضرتك ده يعني يعني كان نتاج حل المشاكل اللي حصلت في شركة النوبريان شكراً جزيلاً شكراً عامل الغرياني رئيس تنفيذي شركة سكندريا المسبوكات السيارات إحنا بنصدر لشركات صناعة السيارات في ألمانيا حجم الاستثمار 50 مليون يورو حجم التصدير عندنا كان حوالي 20 مليون يورو في وقت سابق يعني حالياً بنبر بعض المشاكل نتيجة للعملاء بره في أوروبا يعني عندهم بعض التحديات كنا جبنا خط إنتاج جديد باستثمارات كبيرة جداً لسه مركبش من بعد أزمة كورونا رجعنا الحمد لله نشتغل وبدأنا نطلع لقطاعات تانية غير قطاع السيارات بنصدر لقطاعات المأولاد برضو في أوروبا ملي طبعاً استفادنا جداً من التعويم إن التخليفة عندنا قلت جداً وبقينا عندنا ميزة تنفسية مستفدين إن المنتجات الصينية في أوروبا وأمريكا عليها بعض العقوبات إحنا عندنا ميزة إن إحنا في اتفاقية بنا وبينهم فطبعاً دعم لنا ميزة تنفسية جمدة كان عندنا أزمة مع شركة الكهرباء نتيجة جدولة بعض المدينيات ورجعنا لحضراتكم صراحة كان موضوع موبر جداً فبشكر حضراتكم جداً في أي حتى أمود أهل موضوع السلام عليكم محمد جمالي موصل عن جانب المصر شركة دايون إيجيبت الموتور مصنع مقام في المطالة الاقتصادية لقناة سويس تابع المطالة الاقتصادية طبعاً احنا اتأسسنا في 2016 كان هدف الشركة في الأول الانتاج الموتسيكل والتروسيكل ثم السيارات والسيارات نقل التقيل والكهرباء لدعم الدولة في مجال الطاقة النظيفة احنا اتأسسنا في 2016 وتمت الانشاية في 2019 وتمت موجهة بعض المشكلات في المطالة الاقتصادية منها تم حلها بدعم المعاليكم فخمت رئيس الصعب الفتاح السيسي مثل قواعد استراد وتصدير تم إصدارها واللاحية الجمهوركية للمطالة الاقتصادية وده دعم كبير جداً الشركات كتير في المنطقة ان هي تنهض وجزب الكثير من استثمارات ولكن في الواضع الحالي لما يتم التشغيل بسبب وجود بعض الإجراءات التي نحن بصدد حضراتكم إصدارها وشكراً جزيلاً لنضع مسياداتكم شكراً أنا أعتقد كده احنا أنهينا لشركات هتسازن حضراتكم لو ناخد بعض الأسئلة تفضر بصال خير دولة رئيس وزراء عوضل غيرنام ورسل إكسترانيوز لدى مقر الحكومة هو أنا عندي سؤال منشقين السؤال الأول خاص بطبعاً حزمة الدعم الاجتماعي الرائعة التي تحدث عنها سيد رئيس مؤخراً واليوم كان فيه بيان من مجلس الوزراء بيشرح بها يعني تفصلياً كيف سيتم ذلك على أرض الواقع لكن ماذا يفنم عن القطاع الخاص وتعلم أن العملين في القطاع الخاص هم شريحة عظمة من المجتمع المصري هل سيكون هناك دعوة من الحكومة وليس إلزاماً للعملين للمستثمرين أن يتم رفع أو مزيد من الدعم المادي اللي عاملين في هذا القطاع السؤال الآخر نفس الشقة أيضاً دوماً مع أي دعم تقدمه الحكومة لألفات الأكثر احتياجاً وخاصة في هذه الظروف يظهر معها سؤال مهم للغاية عن احتمالية أن يكون هناك تعوين مرتقب لأن نسبة الدعم الكبيرة هذه المرة ظهر معها مثل هذه الشائعات فأعوز من حدك رد فن شكراً شكراً للمشاهدة